وإعادة تحديد المشكلة في طريقة تكون ملائمة لحل جماعي يمكننا أن نتفق على أن انعدام الأمل كان مكوناً أساسياً في الأزمة ما الذي يجمع كل أولئك الذين يشاركون في العنف هو إحساس التهميش محلياً أو حتى عالمياً ومن دون أي أمل للشمولية والمشاركة والأكثر من وفوقها هذا كله الاحترام يمكننا أيضاً أن نجد بأن هناك أرضية حشد أخرى للتجنيد التشدد التي كانت هي الاحتلال الأجنبي والغربي بدءاً من فلسطين إلى التدخلات العسكرية من أجل إعادة تصميم المنطقة والزعم فرض نظام عالمي جديد أما فيما يتعلق بالمكون الداخلي للمزييك المعقد أمامنا ليس من الصعوبة رؤياتي نظام أو فشل نظام الدول في منطقتنا في الاستجابة إلى وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب وأهمها الكرامة دعوني هنا أركز وأبرز على أنه من المضلل ومن الخطير على دول جوار المنطقة أن تحاول نزع فتيل هذه التهديد الداخلي عن طريق تحويل الغضب تجاه عدو خارجي أو مفبرك وأيضا هناك مكون أيدولوجي آخر ولعقد من الزمان كان هناك انتشار للفكر التكفيري استنادا أو مستمدا من الرفض ومن التكفير وطبعا جميع عربان هذا لا علاقة له بالإسلام وهذا تم السعي له بزعم أنهم يقومون بإنشاء مأسلام معتدل من أجل التصدي لإيران المتطرفة إن مزيج هذه العوامل يتشكل خليطا متفجرا ولهذا نشأر منظمات إرهابية مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة وهناك دورة من العنف المستمر البربري والتي يمكن تعقبها إلى المغامرات العسكرية في بدايات الألفية الحالية وهناك بعض الدول التي دعمت حركات إرهابية وهم على أمل أن يقتلوا عصفرين بحجر واحد أولا تحويل الغضب المحلي تحويل الغضب المحلي على النظام القائم وفي نفس الوقت وهذا العصفر الثاني على أمل أن يستعيد التوازن الذي يظنونه والذي كان موجودا قبل سقوط صدام حسين هذا الأمر حقيقة الآن في مهاب الريح وأنا أشرت سيداتي وسادتي إلى المكون الإقليمي للمشكلة والذي آملوا بأن سيكون هنا لك حلول أكثر أقل تعقيدا وسريعة أن سقوط صدام حسين وظهور حكومة منتخبة في العراق خلق توترا وقلقا في بعض الدول المتعلقة طبعا بتوازن الذي تحدثنا عنه وهذا كان للصالح إيران توازن كان يجب عكسه ومهما كانت التكلفة قبل عقدين سبق الأمر كان هناك قلق حصل بعد الثورة الإيرانية ودفع دول الجوار لتسليح ودعم صدام حسين من أجل أن يقوم بتدمير هذا العدو المصنوع أو الغير واقع إلا قد أملنا بأن دول الجوار قد تعلمت من واقع بأن الوحش الذي قاموا بصناعته انتهى به المطاف بكابوسهم الخاص علينا أن نقوم بكسر هذا النمط وفي الواقع أثناء الحرب العراقية الإيرانية المجتمع الدولي أدرك وأقر بالمشكلة وقام بتقديم وصفة أمنية وقتب في الفقرة الثمانية في مشروع قرار مجلس الأمن خمسة ثمانية تسعة والتي أنهت الحرب العراقية الإيرانية وقدمت مفهوم الترتيبات الأمنية الإقليمية هذا الشرط لا يزال ذات صلة وضروري في الوقت الحالي الدول الخليج يجب عليها الخرج العربي عليها أن تنتقل تجاه الترتيبات أقليمية منطقية ويمكن البدء بحوار صادق استنادا على مبادئ معترف بها وغايات مشتركة هذا المنتدى من شأنه أن يرتقي بالفهم على نطاق من القضايا بما في ذلك البناء الثقة وبناء الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف والطائفية يمكن أيضا أن يحط على تعاون عملي في مجالات تتفاوت من حماية البيئة إلى الاستثمار المشترك والسياحة مثل هذا المنتدى من شأنه في نهاية المطاف أن يتطور إلى تعاون غير عداء وتعاون الرئيس روحاني أخذ قطوة كبيرة بهذا الصدد في الأربعاء الماضي عن طريق زيارة العماء عمان والكويت سيداتي وسادتي أنا برزت على أن الصراع في العراق وسوريا والبحرين واليمن ليس له حل عسكري كل منها تحتاج حلا سياسيا لا يتم فيه إقصاء أي طرف حقيقي من العملية أو تهميشه في المخرجات والنتائج وعدم فيهم تعقيد كل من هذه الأزمات فسيكون هناك إمكانية الوصول إلى مخرجات غير مقبولة حتى نبدأ هذه الرحلة يجب علينا أن نبدأ في تحديد وتعريف المشكلة في معادلة غير صفرية النجاح التاريخي للدبلوماسية في قرار الأزمة النووية الإيرانية يعكس درسا سياسيا بسيطا ولكن مهما بأن جميع الأطراف ذات العلاقة تحليها أن تحدد المشكلة بطريقة مقبولة من الجميع بحيث يمكنهم أن يجدوا حلا بطريقة أيضا متفق عليها ومقبولة من الجميع وبعبارة أخرى هم يدركون بأنه كان عليهم التخلي على تطلعاتهم وتوقعاتهم لصالح تسوية ناجحة التحدي علي سيداتي وسادتي كان أولا وقبل كل شيء فكري بطبيعته وأنا آمل بأن قادة العالم هم أهل لهذه المهمة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لك عندنا بضعة دقائق لطرح الأسئلة أو أحد الأسئلة الطريقة التي سوف نعمل بها بأنني سوف أقرأ السؤال ومن ثم سوف يجيب السيد الوزير مرة واحدة أحد الأسئلة التي أعطيت لي على هذه البطاقة السؤال هو كالتالي أن منظمة CTBT لم تكن جزءا من الاتفاق النووي ولكنها يمكن أن تعمل كإجراء بناء الثقة ويجب أن تضغط لباس زخم كبيرا لأشتقدهم في مضو نزح السلاح السؤال هل إيران مستعدة للعب دور قيادة بهذا الصدد؟ هذا السؤال من لليه سؤال آخر؟ نبدأ من الصفحة الخلفي مارك هيفيسن من تلفاز 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 في الألماني من سرنا أن نتحدث معك السعام الماضي في مقابلة إذن سيد زريف حول هذا الحوار الإسليمي الذي ذكرته هل إيران مستعدة لإستقبال إسرائيل لك جزء من هذا الحوار؟ سؤال آخر من نفس الصفحة كين روف من هيومن رايس واتش سؤالي هو حول سوريا إيران تقدم دعما عسكريا حاسما لأن نظام وأن نظام يستهدف المدني كما يعرف الجميع وحتى أن نستخدم أسلحة كيموية كما وجلس لجنة أممية واستهدف المدنيين بشكل مباشر ما الذي تقوم به إيران من أجل إيقاف استهداف المدني من قبل نظام الأسد؟ وآخر السؤال وإلا الوقت سيداهمنا جوش روغن من واشنجسون بوست كما تعرف أن إدارة ترامب قد ذكرت بأن علينا أن نطقي إيران متأهبة حول أنشطتها الغير النووية أو التي لا علاقها بصفقة نووية يبدو أنه في مدينة الحكومة الإيرانية هل يبقى الموضوعين منفصلين البرنامج النووي والعقوبات الأخرى التي ليس لها قبل اتفاق النووي كأسؤال آخر نحن عرف أن البرنامج النووي الإيراني هو سلمي ولكن إذا ما أردتم أن تختاروا بناء سلاح نووي فكم الوقت الذي سيأخذه منكم بناء هذا السلاح النووي كم المدة الزمنية التي ستحتاجونها لبناء سلاح نووي الآن كم الوقت الذي سوف تحتاجونه لبناء هذا السلاح إذن حقيقة كل هذه الأسئلة كانت أسئلة بسيطة وسهلة وسيسر وزير الخارجية الضريف الإجابة عليها شكرا جزيلا لكم على كل الأسئلة فيما يتعلق بالCTPP في إيران كانت عضوا في كل ترتيب دولي وللن نتمنع انتشار السلاح وانتشار السلاح تعدمار الشامل ولكن علينا أن نستفيد من كل هذه الاشتراك في كل هذه الأدوات الدولية إن الأدوات الدولية تعمل استناداً على مقايضة وصفقة يتم الوصول إليها ما بين الدولة أو أي مجتمع دولي أو منظم وهناك تفاهمات متبادلة ومنفع متبادلة وبالتأكيد الفشل في تلبية الانتزامات سيكون هناك أيضاً أمر متبادل نحن لم نخرج بأي نتائج جابية في كثير من الاتفاقات هناك من يتحدث خارج هذه المنظمة عن تهديدات إيران النووية هم يشكلون تهديد أمنياً على العالم كله ولديهم جراء للتحدث عن برنامج النووي الإيراني بالرغم أن لدينا كل الأدوات التي تثبت بأن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج تلمي بالكامل وبالتالي علينا الوصول لهذه المعادلة وهذه الصفقة وعند الوصول إليها فإيران لن يكون لديها شيء لتوقفية لأن اتفاقية منع انتجار السلاح الشامل هي تطبق عندما يكون هناك مرحلة اختبار السلاح تجد دمار شامل نحن لم ننتج أي سلاح ولكن حتى ضمن الاتفاق الصفقة النووية الإيرانية التزمت إيران بعدم السعي لتطوير أي سلاح نووي إذن هذا أمر مسلم ولكن حتى نذهب خطوة أبعد ونقدم مستوى آخر من الثقة نحن بحاجة لأن نستلم المصلحة المتبادلة من الأوضاع القائمة وأنا أظن بأن المجتمع الدولي لا يزال يدين لنا بقدر كبير فيما يتعلق بالحوار الإقليمي أنا قلت بأنني متواضع وأننا نركز على الخليج ولدينا ما يكفينا من مشاكل في هذه المنطقة لذلك أردنا أن نبدأ حوارا علينا أبدأ مع الدول التي نسمهم دول إخوة الدخوة في الإسلام علينا أن نتصدى إلى المشاكل المشتركة والمفاهيم والتي أعطت أججات العنف الموجود في المنطقة والمفاهيم المغالطة أنا أظن أكون سعيدا إذا وصلنا إلى هذا المستوى وإيران مستعدة لعمل مع كل دور الجوار في منطقة الخليج من أجل التصدي لهذا فيما يتعلق بالأزمة السورية نعم إن الكارثة الإنسانية التي تجري الآن في سوريا هي مروعة هي تحرك وتثير عواطف الجميع مجرد النظر فقط إلى الأطفال الذين أجبروا على متارك منازلهم وكل تدعيات هذه الأزمة الكارثية هو أمر يشين العالم كله استخدام السلاح الكيماوي غير مبرر على الإطلاق وستدام المدنيين غير مبرر تحت أي تسياق وإيران كانت أول من أدان استخدام الأسلح الكيماوية من أي طرف كان ولكن لسوء الحظ بالرغم من التقدم المحرز وشاركت فيه إيران وحيث إيران رعبت دورا كبيرا في الوصول إلى نزع السلاح الكيماوي في سوريا ولكن ولسوء الحظ المنظمات الإرهابية جبهة النصرة وتنظيم الدولة لا يزالون يمتلكون أسلحة كيماوية ومن المهم مهمه كان على كل المجتمع الدولي وقد رأينا الولايات المتحدة الأفريكية التي أكدت على أن هذه المنظمات الإرهابية لجأت لاستخدام الأسلح الكيماوية من المهم أن نجيب على هذا السؤال كما قمنا في الماضي بالإجابة على سؤال استخدام الأسلح الكيماوية والحاجة إلى تدميرها فيما يتعلق بالتهديدات لقد طبعا الآن قمت بإرسال تغريدة لأنكم تعرفون بأن هذا النمط السائد الآن نعم بكل حق بأن إيران لا تستجيب للتهديدات إيران تستجيب للإحترام نحن لا نستجيب بشكل جيد إلى التهديدات وكل من اختبرنا ولعديد من السنوات تهديدات قديمة وأي قصر فرض على إيران هل تذكرون هذه العقوبات المعوقة هي لم تخلق إلا آلاف المحطات الطرد المركزي كلما فرضت عقوبات على إيران كلما زادت محطات الطرد المركزي كلما أتت الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات كان لدينا 200 ألف محطة الطرد وكان الهدف من هذه العقوبات هي أن لا يكون هناك محطات الطرد المركزي في العراق إذن إيران لا تستجيبه للتهديد ولا للقصر ولا نستجيبه للعقوبات ولكننا نستجيبه بشكل جيد إلى الاحترام المتبادل نستجيبه إلى الترتيبات للوصول إلى سيناريوهات مقبولة من كلا الطرفين كما فعلنا في الصفقة النووية الإيرانية وأظن بأن هذا درس علمنا ياهو التاريخ جميعا نحن لن نقوم بصنع سلاح نووي وهذا نهاية الأمر إذن سيأخذ من إيران العمر كله لصناعة سلاح نووي قد يسعد الناس بأن يقولوا بأنهم قد أعطونا مهلة لصناعة السلاح في الصفقة النووية أقول لهم بأنهم مخطؤون أنا أقول الآن وبكل صراحة نحن نظن بأن الأسلحة النووية لا تحقق أمننا ولا تحقق أمن أيا كان أنا أؤمن بأن الوزراء ومستشري الأمن القومي الأمريكي الذين حتى الذي سأل زميننا في واشنطن قالوا بأنه قد آن الأوان للتخلص من حقبة السلاح النووي والآن آن أوان تدمير ترسانة كل سلاح نووي ولا علينا أن نفكر بأي أحد آخر لأن هذا النادي هو نادي غير آمن شكرا جزيلا لك سيد وزير الخارجية قبل أن ننهي الجلسة دعوني أذكركم لأنه بعد الجلسة سيخص كل الصباح لنقاشات من المنطقة لدينا كلمة من إسرائيل وكلمة من المملكة العربية السعودية وأخرى من تركيا ومن ثم سيكون في جزء آخر من الصباح جلسة أيضا عن مستقبل مفاوضات السورية وبذلك أرجو منكم أن تبقوا مترقبين جواد زريف شكرا جزيلا لك على سيارتك مجددا لنا والحديث لنا سكرا جزيلا الآن ومع التحضير المناظرة القادمة قبل أن نقدم المسهل الذي سوف يقدم المتحاجدين دعوني وأطرح نقطة واحدة إذا أنت كنت رجل أعمال أوروبي أو إذا كنت وزير خارجي أوروبي وذهبت إلى واشنطن وإن تؤمن بأن في حول أحد أو أثناء دائما سوف يكون لديك المتحاجدين